هنا أقول لعلها كلمة أراها مفصلية فيصلية إن صراعنا أخي الدكتور مع اليهود ليس صراع حدود كما قال الدكتور محمد في المقدمة نحن في صراعنا مع اليهود صراع وجود صراع عقيدة مبني هم ينطلقون في حروبهم وفي معتقداتهم الباطل المحرفة المحرفة على معتقدات باطلة ونحن نقولها صراحة نحتاج أن نجذر هذا ليكون لدينا القناعات ثم القدوات في التعامل مع هؤلاء أننا بحاجة إلى عقيدة ولذلك عندما نسمى حتى في بعض وسائل الإعلام يتكلمون عن عودة صلاح الدين ليحرر الأقصى أخي الكريم إن أردنا أن يكون فينا صلاح الدين فلابد من صلاح الدين إن أردنا أن يكون فينا ومعنا رجل اسمه صلاح الدين فلابد أن يحقق فينا الصلاح في الدين وليكون كل واحد مننا صلاح الدين ليما ترجمة نانسي قنقر